ترجمة نانسي قنقر يستحقون الشجب ولهم أن الفيلم يعرض قبل شهرين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ينظر إليها على أنها استفتاء في ترامب نفسه يتخوف كثير من الناس للغاية مما سيقوم به ترامب لاحقا وكيف سيؤثر في معيشتهم ومما يصب في مصلحة الديمقراطيين أنهم تمكنوا من تسليط الضوء ليس فقط على القضايا إنما أيضا على إبراز أن انتخاب مرشحين ديمقراطيين يمكن أن يحمي الأمريكية العادية من دونالد ترامب وأقبل الانتخابات تعصف بإدارة ترامب مجموعة من الأزمات تمثلت في المتاعب القضائية لعدد من المقربين منه على رأسهم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الرئاسية ومايكل كوين المحامي الخاص للرئيس بالتزامن رسم كتاب جديد للصحفي بوب ويدورد ومقالة رأي في نيويورك تايمز بتوقيع مسؤول رفيع في إدارة ترامب لم تكشف الصحيفة عن اسمه صورة عن بيت أبيض تعمه الفوضى ويسعى المسؤولون فيه للحد من أضرار وجود رئيس يفتقر إلى الكفاءة أزمات يسعى الديمقراطيون لاستغلالها وقد جندوا الرئيس السابق باراك أوباما العائدة من باب الحمالات الانتخابية أوباما أنذر الناخبين الديمقراطيين من ولاية كاليفورنيا بأن امتناعهم عن الاقتراع قد يؤدي بالأوضاع إلى مزيد من السوء شكرا